السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معنا في فيديو جديد يا خص عاملة باي بيت كوين سويبر. اه طبعا ده البوت الرسمي يا شباب لمنصة باي بيت. هنتكلم عنه النهاردة ونعرف ازاي ان احنا نشتغل على اللعبة. يعني حديكم اللي انا فهمتم من اللعبة. يعني بتقديرات بسيطة كده. نضغط كده على بلاي. ونشوف اللعبة عبارة عن ايه. طبعا زي ما احنا شايفين في مجموعة مكعبات كده يا شباب. لما بنضغط على مكعب كده بيزهر لي بعد كده شوية ارقام. طيب الارقام دي ايه دلالتها يا شباب في عندي اه متفجرات بتبقى موجودة اه خلف المكعبات دي. يعني انا لو ضغط على مكعب غلط. كل المستوى اللي انا عديته حيروح عليه. طيب ازاي بقى نفهم اللعبة دي. هنا بيقول لي هنا رقم واحد. طب يعني ايه رقم واحد? معنى رقم واحد ان فيه مرتبط بي لغم. يعني انا لو جيت بسيت على واحد ده مرتبط بي المكعب ده يبقى ده اكيد فيه لغم. هنا برضو واحد مرتبط بده يبقى فيه لغم. ده واحد مرتبط بده يبقى فيه لغم. تمام يا شباب? عندي هنا رقم واحد يبقى ده مفيش غيره اللقصاد ويبقى ده نجيب علامة اللغم كده نضغط عليها ظهر لي واحد. طيب ده واحد برضو مرتبط بلغم يبقى ايزا ديت مش هتبقى لغم. برضو نفس الحكاية واحد مرتبط بلغم يبقى ديت مش هتبقى لغم. تمام يا شباب هنا رقم تلاتة. وارد ان يبقى دي فيها لغم. لان رقم تلاتة ده مرتبط بتلاتة الغام. رقم تلاتة ده كده مرتبط بتلاتة الغام. ادي لغم. ودي التاني. وغالبا ده هيبقى التالت. يبقى نعلم علامة كده. تمام ما نضغطش عليها لان احنا لو ضغطنا عليه يا شباب يبقى احنا كده المستوى راح علينا وراحت علينا العملات اللي احنا ممكن نجمع. تمام يا شباب هنا عندي ده تلاتة ده واحد وده واحد يبقى فاضل واحد ايما هيطلع ده يا ده يا ده ولكن احنا قلنا ان ده مرتبط بده يبقى ازا هيبقى ده كده ايه? ازي ما احنا شايفين كده طلع لي واحد. طيب ده مرتبط بلغم. هيبقى ده اللغم التالت. نضغط عليها كده. يبقى احنا عندنا ادي تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة. تمام يا شباب? تعالوا كده نضغط على الاعلامة اللي جنبها. ظهر لي لغم يا شباب. يبقى انا كده كده غلطان في واحدة. بس هي دي الفكرة بكل بساطة. انت عندك ارقام رقم واحد يبقى مرتبط بلغم واحد. رقم اتنين يبقى مرتبط بلغمين. رقم تلاتة مرتبط بتلات الغام. رقم اربعة يبقى مرتبط باربع الغام. انت بتحاول ان انت اه تعمل احتمالات بحيس ان انت ما تحاولش تضغط على اللي هو المكان اللي فيه لغم. تمام? فانت بتعملت رياجين وتحاول مرة تانية وهكذا يا شباب. يبقى انا عندي هنا مسلا دي ده كورنر يبقى هنا ده في لغم. لو ضغطنا كده زي ما احنا شفنا كده هيطلع لي في لغم. تمام? فانت بتحاول ان انت تزبط الاحتمالات على حسب ما انا ما قلت لك الطريقة كده بالزبط. آآ ده كده بالنسبة للعبة بتاعتها يا شباب. آآ اللعبة معقدة واللعبة عايزة تفكير وعايزة ان انت تبقى دماغك ريئة وانت بتفكر فيها. علشان ما تحاول ان انت تجيب كل المكعبات اللي مفيش فيها لغم. طيب. انيجي كده على الخنة اللي جنبها يا شباب دي كده خانة اللي هي اول خنة. وعندي فوق هنا ديت بتبدل بين الاعلام وبين اللغم. لما تعمل علامة العلم كده تضغط عليها ضغطة. تقدر ان انت تتحدد المكان اللي انت شاكك فيه ان هو لغم. تمام يا شباب? وعندي هنا ده طبعا الوقت اللي هو بيتحسب لك من بداية ان انت ما بتشتغل على البوت. او بتشتغل على اللعبة. عندي الخنة اللي جنبها هنا حاجة اسمها الليدر. او الليدر بورد ديت اللي هي آآ بتاعك. وترتيب الناس حسب بتاعك. طبعا زي ما احنا شايفين في ناس ما شاء الله مستويات آآ عالية جدا وآحالات برضو عالية. طيب في حاجة هنا جنبها اسمها الباج. لما نضغط عليها كده. ديت عبارة عن آآ بوينت. ديت طبعا العملة او البوت هيبقى مدرج على شبكة المنتل. آآ ديت حتى الان مفيش فيها استخدام. احنا لما يبقى ليها استخدام ان شاء الله هحاول ان انا اوضحها لكم على قناتنا على التليجرام او على اليوتيوب. بعد كده المهمات طبعا المهمات ديت آآ لازمة ان احنا نكملها علشان نخش نشوف ان احنا آآ نعمل تشيك اللي جابلتي. طيب بيقول لي اول حاجة هنا اضغط كده على هنا بيطلب مني الاي دي بتاع منصة اقفل كده البوت بتاعي. واروح افتح منصة ونشوف هنجيب الاي دي منه. نفعل كده البصمة علشان نسجل دخول. الاي دي شباب بيجي من هنا من العلامة دي نضغط عليها كده ضغطة. ونعمل علامة نسخ ده هي نضغط عليها ضغطة واحدة هينسخ معايا نرجع كده للبوت. ونحط عندنا هنا الاي دي بتاعنا لسق. طبعا انا هو مش عايز يعمل لسق فاحنا هنرجع كده نبص عليه واحد ستة اربعة زيرو ستين. واحد ستة اربعة زيرو ستين سبعة خمسة تمانية. سبعة خمسة تمانية. واقول له كده اعمل لعلامة صح كده خلاص انا كده اه تم الاتصال بنجاح. عندي هنا اه باي بيت ويب سيري ان نضغط عليها ضغطة ونعمل كده جوين. ونرجع تاني. وعندي نفس الحكاية في الخانة اللي بعدها برضو نعمل جوين. والخانة اللي بعدها نعمل جوين. كل دي قنوات على التليجرام والسيرفر بتاع الدسكورد برضو. آآ الخاص بشبكة اقول له كده هو علم لي علامة صح على الحاجات اللي انا آآ اشتركت فيها. نحاول برضو ان انا نخش على شبكة ولكن في مشكلة تقريبا فهنحاول كده نفتحها بمتصفح. ونشوف هل حتتم ولا لأ. اقول له هنا بيقول لي ونضغط على علامة السهم كده واخش على واضغط على برضو واقول له بيقول لي اكتب الارقام دي هقول له خمسة تسعة ستة خمسة اكنين خمسة اكنين تسعة. كده تم التفعيل يا شباب خلاص ارجع كده تاني واشوف هل اتقابلت ولا لأ. قال لي كده اتقابلت خلاص وكسبت ستة لاف عملة. كده خلاص انا كده اتمت الخطوات. وعندي برضو خانة هنا يا شباب نقدر ان انا من خلالها ندعو الاصدقاء من خلال اللينك من نعمل نسخ لللينك من هنا. وندي للاصدقاء بحيث يسجلوا من خلالي. تمام يا شباب كده انا خلاص اه ده بالنسبة للبوت والبالنسبة للعبة فهمنا الفكرة بتاعة اللعبة او الفكرة العامة بتاعة اللعبة. وان هي محتاجة مجهود ان انت تفكر فيها وتحاول ان انت ما تضغطش على الالغام. اه بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيره. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. وتابعونا على قناتنا على تليجرام. حتى ابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.